البيوت عنا هزة صغيري بتنزل البيوت وأنا واحد الناس يعني أنا عم بعالج بيتي من مصرياتي الخاصة أياه لابسة ودع المخيمات البيوت كلها رايحة كلها بفسخة يعني ما حدا تفتع بيت الثاني كله رايح البيوت غير البيوت وعد على العالم يا حرام ورايح عالم يا بتكيف وهي الهزات اللي اجت البيوت كلها شو راحت نهائيا يعني ما في بيوت بالمخيم يعني من مرة يعني ولا عم زبط الطرقات وما عم زبطوا شرات الكهرباء وغير اللي عالم مرت بالشرات الكهرباء كان فيه شيء كهرباء ضرب الحديد والشيء مزلت حوالي 5 سنت أو 10 سنت وضرب الحديد أنا عم بفتح الشباك وانكهربت كمشتني الكهرباء بس كمشتني الكهرباء عرفت انه فيه كهرباء هون هي يعني يعني طلعني أبرا بدأت طلعني الكهرباء أبرا وأنا شتبت بربزين حتيت إيديه هنا وستحان الله من عنده رب العالمين نجعني من الكهرباء لو ما جرحت بأصبعي ما كانت تركتني الكهرباء يعني بتطلع فوق منك نبريج مي نبريج كهرباء كابلات كهرباء كابلات اشتراك وثلاثة ربعها شي مزلت شي مقطوع شي هاي مين بده يقدر يسويه الشتة فوقك وتحتك يعني هدي كل يوم فيه شم صاحبنا اتكهرب ركدت أنا أول واحد أنا بخاف من الكهرباء ركدت طيب شو بدأتصرف صرت أصيح يا شباب يا عالم يا هو بيمرق كميون بيقطع خط كهرباء بيمرق كميون بيقطع خط ماء كل ياتماء وبرضو منقول الله يسطرنا اللي متجاوزي أكتر من عشرين سنة ولي رايحة جاي جاي رايحة على الإنروة والإنروة يقولي لي إجت الموافقة بس لا يجي المصاري بيشت الموافقة رايحة جاي وبعدن وقع البيت على أخوه يعني بيعرف أخوه بالمطبخ وقع وبالحمام وقع عم بيضبط الشيط الكهرباء بالمطبخ ما شفنا ما عمل هيك بالبيت وبس عمل هيك ميزل كله على القرب يعني منيخلي كون تحط السجاد بالشتة وحط شي شا ما يخرب البلاط هي مخطرة لتوع يعني زواعة مشكلة يعني ده مخترة مخترة هي ألف واحد جبنا مهام قال ما تعدوا بالبناء البناية تقلب عليكم مش واحد يجي جبنا ألف واحد جبنا بيت متألف من طبقين طبق الأرض والأول المشكلة فيه بطلت تتحمل إنه كتصليح أو صياني البيت صار بحاجة لإعادة إعمار من شي سنة سنتين تقريبا إجا موافقة لها الغرفة اللي هلأ اللي إحنا فيها فيها مقاعدين فيها عمتة ما كانت لها الدرجة هاي اللي ينزل الماي وإحنا كنا مقادمين وإجا موافقة إليها بس للأسف إحنا رفضنا هاد الشي لأنه البيت المشكلة مش بس بهاي الغرفة اللي هني بدين يصلحوها بيت إله تكملة فاتحين فيه إحنا مطبخ يعني ومنستعمله بس لهلأ بهاي الأيام اللي إحنا فيها الموني هاي الشغلات ما عدت أقدر أخليها بالمطبخ جوه بالبيت جوه كرمال ما الماي عم تنزل حتة الكهرباء كمان الكهرباء على البيت صارت عم بتفرقع لدرجة هلأ إحنا فصلين الكهرباء ما فيي أنا أرفع الهوس على البيت هذا الوضع الخرابي الأساسي اللي وصل الخراب للتحاد الحدايط ليك قدي صاروا نزليين كل فترة بوقع منه شقفي يعني هلأ بصراحة أنا وقفة وخايفة ما يوقع شي علينا يعني أنا لو إني قبلت مع الإنروة يصلحوا الغرفة تحت العم ته ما استفدنا بشي لأنه بدي يرجع نفس المشكلة ترجع تنزل يعني ما كان نبنى إلا إنه تعذيب وقته ومصروفه وأنا كفلسطينية ولاجئة من حقي إنه نكون قاعدين بمسكن آمن وشي اللي نعود سيه برياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر